تمارس حكومة الاحتلال أقبح فصول التمييز العنصري ضد أبناء شعبنا وهو الأمر الذي يبدو جلياً من خلال ممارسات نظامها العنصري الذي بني على القمع والطرد والقتل والتهجير ومصادرة الأراضي ناهيك عن القوانين العنصرية التي تخرج عن الكنيسة الإسرائيلية وتخدم مصالح الاحتلال والاستيطان وعلى خلفية ذلك ولأول مرة في العالم بدأ أحد الصروح التعليمية وهي كلية بارد في نيويورك بالولايات المتحدة بتدريس مادة جامعية تعتمد ساعاتها أكاديمياً تحت عنوان الفصل العنصري في إسرائيل وفلسطين ويدرسها البروفيسور ناثان ثرال الكلية بدأت فعلياً في فتح باب التسجيل لهذه المادة واعتمدتها منهاجاً خاصاً عن جريمة الفصل العنصري التي ترتكبها إسرائيل فيما ستحتسب ساعاتها في تخريج الطلبة أما حول تفاصيل ومحتوى المادة فهي تتطرق إلى تعريف الفصل العنصري ولماذا يعتبر جريمة إلى جانب الأسباب التي أدت الاعتبار منظمات حقوق الإنسان المحلية والإسرائيلية والدولية ومنظمة الأمم المتحدة إسرائيل دولة فصل عنصري ويتزامن إدراج هذه المادة مع الإعلان عن إطلاق برنامج أولي على مستوى الولايات المتحدة لتدريب المهتمين والناشطين على متطلبات تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وبهذا تتيح المادة لعدد كبير من الطلاب الجامعيين التعرف على الوجه الحقيقي للاحتلال الذي هو عنصري في جوهره وتعد فرصة كبيرة لفهم العالم الخارجي ما يجري من جرائم على يد الاحتلال في فلسطين هديل شوامر تلفزو فلسطين